مسألك على أمام عشور هل في مبالغات في انتقاده ولا الانتقادات طبيعية ومنطقية لا انتقادات طبيعية طبعا ماله أمام عشور أنا مش معاكم اليوم في التمرين ومش عارف في حياته بره عاملة إيه لكن أنا مش شافي مش ده أمام بتاع بداية السنة اللي فات مع النادي الآل أمام عاند أكتر من كده مية مرة أمام لعب كبير لعب محترم أنا ممكن تكون الأرصى بتاعت المتقاب مصر لدينا ومراحش ممكن تفوقوا شوية ممكن الأداء بتاع السوبر ممكن راجح حساباته شوية هرجع تاني أقول لك برضو مهم جدا يا كريم لما فيه تنافس حتى مع أحسن لعب عندك جوة تيم ما يحسش نوم تطمن ما يحس نوم دايماً طول الوقت أساسي ما يحس نوم دايماً طول الوقت رقم واحد على الأقل حتى لازم طول الوقت يحس أن فيه حد وراءه بيدبدب وراء لأنه دي بتخلق نوع من أنواع التنافس الجميل جوة تيم وتخلي تيم دايماً في حالة فوران دايماً طول الوقت وتخلي تيم دايماً في حالة أداء جيد لكن أنا هرجع برضو تاني يا كريم لنقطة مهمة جداً انتقاد اللعيب اللعيب مهم جداً زي ما الناس بتشيلك فوق رأسها وبتقول عليك كلام إيجابي طول الوقت محتاج أن تتركح حساباتك بصورة كويسة لأن الناس دي كلها مش هتتكلم تبقى غلطانة وانت الوحيد اللي صحي يعني أنا لما اللعيب دايماً حد بينتقده أكيد عندك مشاكل كبيرة جداً وأكيد أن أنت عندك حاجات مش أحسن حاجة فأنت محتاجين منك لأس محتاجت راجع أيوة بيحبوك وخايفين عليك وشايفينك أن أنت نجم كبير وحطين عليك أمال كبيرة جداً فأرزم تبقى ده خصوصاً مع جمالية وشعبية النادي الأهلي العظيمة يعني اشتركوا في القناة